نص استماع قلعة الشقايف رافقت جدي في زيارة لقرية المطلة الفلسطينية على الحدود الشمالية التي تربط فلسطين بجبال لبنان وقفت أجول أبو بصري في أرجاء الطبيعة الخلابة أتأمل سهولها الخضراء الممتدة وسماءها الصافية وأثناء ذلك وقع بصري على آثار قلعة تربط فوق قمة الجبل فسألت جدي عنها فارتسمت على وجهه ابتسامة ثم قال هذه يا بني قلعة الشقايف أقامها الصليبيون وكانوا يسمونها قلعة بوفورت كانت هذه القلعة نموذجا مشرفا لهزيمة جيش الاحتلال الصهيوني فقد عدها الصهاينة ماردا يهدد أمنهم فكلفوا أحد ألوية جيشهم تنفيذ هجوم عليها للقضاء على المقاومة الفلسطينية في الجنوب اللبناني في عام 1982 ميلادي قام اللواء الصهيوني بالهجوم على القلعة وأمطرها بوابل من قضائفه وحين تقدم جنود اللواء نحو القلعة ضبطت المقاومة نفسها حتى أصبح العدو على بعد 200 متر منها فبدأت مدفعية المقاومة تنطر محاورة تحرك الأعداء بحمام قضائفها فكبدتها خسائر فادحة مما اضطر الجيش الصهيوني للانسحاب دون أن يحقق أي هدف لقد ظلت المقاومة يا ولدي تطاردهم وفرضت عليهم حصارا فجعلتهم كالفئران داخل المصيضة ولم يستطع الصهاينة الإفلات إلا بعد تدخل قواتهم الجوية وهل اعترف العدو الصهيوني بهزيمته يا جدي؟ هزيمتهم يا ولدي واضحة وضوح الشمس لقد مزق الرعب قلوبهم وأوقعهم في شباك الحيرة فقد كانوا يواجهون عدوا غير مرئي غير مرئي استمع لما قاله أحد ضباطهم لقد كنا نقاتل الجن لقد قامت قواتنا بقصف مكثف لهذه القلعة وكنا نعتقد أن أطنان القنابل التي ألقيت عليها لم تدمرها فقط وإنما مسحتها عن وجه الأرض وحين ولكن حين اقتربنا منها اتضح لنا أنها لا تزال أنها ما تزال على حالها ولم يصب أحد من المقاتلين بأذى تهلل وجهي فخرا واعتزازا بهذا الصمود الأسطوري للفدائيين الفلسطينيين الأسود الذين مرهوا أنف العدو وجرعوه مرارة الهزيمة وسطروا ببطولاتهم أروع ملاحم النضال في وجه عدو مدجج بأحدث الأسلحة أسئلة السؤال الأول من بنى قلعة شقايف؟ بنى الصليبيون قلعة شقايف السؤال الثاني لماذا خطت الصهاينة لضرب قلعة شقايف؟ خطت الصهاينة لضرب قلعة شقايف لأنها تهدد أمنهم حسب زعمهم وكذلك لاختبار قوة المقاومة لمعركة إلى مراكز المقاومة الفلسطينية وأجبارها على البقاء في حال الدفاع والقضاء على أسلحتها وتصفية أكبر عدد ممكن من أفراد المقاومة السؤال الثالث في أي عام هاجم الصهاينة قلعة شقايف؟ عام 1982 السؤال الرابع ندلل على اعتراف الصهاينة بهزيمتهم يقول أحد ضباط العدو كنا نقاتل الجن قامت طائراتنا بقصف مكثف لهذه القلعة ولكن حينما اقتربنا منها اتضح لنا أنها ما تزال على حالها وأن أحدا من المقاتلين الفلسطينيين فيها لم يصب أذى السؤال الخامس نوضح جمال التصوير في كل مما يأتي ألف لقد مزق الرعب قلوبهم شبه الرعب بحيوان مفترس يمزق القلوب با فجعلتهم كالفئران داخل مصيدة المقاومة شبه المقاوم بالمصيدة وجنود العدو المحاصرين بالفئران داخل المصيدة جيم جرعوه مرارة الهزيمة شبه الهزيمة بدواء مر المذاق السؤال السادس ما الدروس المستفادة من النص شجاعة رجال المقاومة الفلسطينية ضعف العدو في المعارك البرية التخطيط الجيد للمعركة والإعداد لملاقات العدو الجهات في سبيل الله التحرير الأوطان تحرير الأوطان من دنس الاحتلال سبعة نقترح عنوانا آخر للنص تترك هذه الإجابة للطالب تركوا في القناة